طيب هنروح للجنباز كده يعني لسه احنا في اخبار النادي الاهلي بس هنروح للجنباز الجنباز عندنا في النادي الاهلي اذا ما حضركم عارفين يعني بيلقى اهتمام كبير وشفنا صلط الجنباز اللي اتفتحت في الشيخ زايد كان اخر الصلاط المغطى طبعا فريق الجنباز بتاعنا في اطار الاهتمام هيشارك في بطولة الفرعنة الدولية للجنباز البطولة دي هيشارك فيها لعيبة كتير جدا من دول كتير زي اليابان وفرنسا ووكرانيا وكمان فرق من مصر وعرأسهم الاهلي طبعا الاهلي هيشارك في البطولة ب32 لعبة ولعبة في مراحل الدرجة الاولى والتانية وفرق تحت 12 و13 سنة فرقتنا استعدت بشكل البطولة دي وجاهزين نحق طبعا انجاز كويس وزي ما قلتلكم الاتحاد الجنباز من الاتحادات اللي عمل الطفرة كبيرة زي السلاح زي اتحادات كثيرة الحقيقة عمل الطفرات كبيرة يعني مش عايز انزح حد يمكن القرة الياد للمواضع مختلف لان منظام وسيستم ايا كان الاتحاد اللي بييجي بيمشي على هذا النظام فمنقدرش ننسب انجاز بعينه لشخص معين بيدير الاتحاد او مجموعة ولكن اللي نقدر ننسبله لما يبقى فيه طفرة زي ريشة طيرة برضو ايضا من الاتحادات النجحة اللي حققت انجازات اتحاد الكاراتي ايضا من اتحاد التايكوندو كل الاتحادات دي الحقيقة من الاتحادات اللي عملت طفرة وعملت شغل كويس جدا وكله شايف ان الحقيقة كان فيه مش بس انجاز وكان فيه على مستوى العالم كله شاهد بذلك وده دفع كوادير انها تخش في منظمات الدولية الرياضية وده حقيقة اكبر انجاز لنا وكمان البطواتات اتنظمت على الارض مصر كان دفع كبيرة جدا لهذه الاتحاد اشتركوا في القناة